بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه وبعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الرحلة القصيرة والماتعة والعميقة في نفس الوقت إن شاء الله رح نبحر في مفهوم قوة الاستغفار كيف ممكن أنا من خلال الاستغفار بإذن الله تعالى أنقذ نفسي وأنتشل نفسي من الضياع أيضا إذا كان لدي رغبة مستعجلة وإذا كان لدي أمر عجزت عن أنه أنا أحققه ففي قوة الاستغفار بإذن الله تعالى سنحققه يمكن في هذه الدورة رح يكون مثال الثوب المتلطخ بالأوساخ سيكون هو مثالنا في كل ما سنتحدث عنه حتى نوضح المعنى ونقرب المعنى وأيضا عشان نعرف القواعد الأساسية التي تخلي استغفارنا صحيح يمكن سمعتم كثير عن الاستغفار والاستغفار الحقيقي وغيرها من الفيديوهات الكثيرة المنتشرة في اليوتيوب كيف ممكن أنه أنا أستغفر استغفار حقيقي وما يجب علي أن أفعله لكن هناك قواعد تعمل على جعل قوة هذه الاستغفار قوة هائلة من خلالها تجاب دعواتك بالصورة السريعة جدا ليس فقط ذلك بل إن الله تعالى يعني يعطيك ويرضيك للحد الذي ستتعجب منه لكن لازم تعرف كيف ممكن تجعل هذه القوة قوة حقيقية فعلا وتعيشها هناك مجموعة من القواعد ولذلك مثل ما قلت لكم هاي الدورة الصغيرة الخفيفة إن شاء الله راح تلاحظوا أنه المقاطع كثير قصيرة وسلسط المقاطع هذه اللي راح تحركوها ممكن تخلصوها في يوم واحد ولكن إذا حبيتوا أيضا أنكم أنتم تنهوها في أكثر من يوم الأمر راجع لكم ولكن هي دورة قصيرة الهدف منها إحنا في هذه الدورات اللي راح نقدمها شهريا بإذن الله تعالى قناة خاصة أو بالنسبة للناس المنتسبين لإشراقة روح عبر خاصية الاشتراك الشهري بإذن الله تعالى هذه الدورات بإذن الله راح تكون عبارة عن دورات مركزة مختصرة ولكن في نفس الوقت عميقة جدا ومركزة ومحددة بالطريقة اللي راح تساعدكم بإذن الله تعالى إنكم تخذوا المعلومة مثل ما يقولوا نأخذ الزبدة الزبدة اللي راح تساعدنا بإذن الله تعالى بدون أن نأخذ في حديث عميق أو إن نحن نطول في الحديث لأنه نؤمن تماما أنه قد يكون البعض مننا فعلا يحتاج إلى الإختصار ولذلك هذه الدورات ميزاتها إنها قصيرة ولكنها في نفس الوقت عميقة بإذن الله تعالى فخلونا نبدأ على بركة الله قوة الاستغفار في الفيديو التالي اشتركوا في القناة